أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنه بناء على توجيهات سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد تمت موافقة دولة الكويت على عبور خمسة ألاف أفغاني ممن سيتم أجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأضافت الوزارة بأن هذه الموافقة السامية تأتي تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزا للتعاون القائم بينهم واستمرارا لدور دولة الكويت الإنساني الداعي إلى همية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعاية الأجانب وتيسير عمليات الأجلاء من أفغانستان